لا تزال خطوط النار مشتعلة في الضالع دون تحقيق حسم نهائي حيث تدور المواجهات في مناطق مريس وشخب والازارق مع تقدم ملحوظ لقوات الجيش فيها تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة في الضالع ووفق مصادر عسكرية فإن هذه المواقع تمت السيطرة عليها بعد مواجهات عنيفة مع ميليشي الحوثي التي تلقت هزائم متعددة تدور المعارك في منطقة مريس وبحسب تصريحات مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن الجيش نفذ عملية كبيرة من عدة محاور حرر فيها مناطق هامة مثل تبتي وينان والعظمة وقرية صولان وموقع الجميمة المصادر ذاتها أكدت بأن الجيش قام بتامين المناطق المحررة وهو ما يجعل ميليشي الحوثي تحت السيطرة النارية حيث لا تزال تتمركز في مناطق الزيلة وسلسلة تباب مريفدان وهي المناطق التي تخطط قوات الجيش لتحريرها قوات الجيش أحبطت في جبهة أخرى هجوما شنته ميليشي الحوثي على مواقع عسكرية في شخب شمال الظالع وافدت مصادر عسكرية بأن الحوثيين فشلوا في اختراق مناطق التماس بعد شنهم هجوما واسعا على مواقع في حجر المعارك في الظالع تسير بوتيرة الكر والفر تحرر مناطق ثم تسقط مرة أخرى بيد الميليشية وتنفذ خططا عسكرية للسعادة تلك المناطق في ظل تساؤلات بلا إجابة عن العوامل التي تعيق عملية التحرير النهائي والكامل لمحافظة الظالع ترجمة نانسي قنقر